موسيقى مساء الخير سمعة الفتاة كالزجاج إذا خدش أو كسر لا يمكن إصلاحه هكذا يعبر عن الأهمية القصوى التي يوليها المجتمع لسمعة أفراده خصوصا الفتيات قد يكون ما يخدش تلك السمعة أو ذلك الزجاج كلمة فيها من التجني والكذب أكثر مما تحتمل من الصدق والحقيقة وتصبح الفتاة وأفراد عائلتها مرهونين بكلمة السمعة هي موضوع حلقتنا لهذا اليوم أهم إشي عنا سمعة البنت البنت زي لوح الكزاز أي إش بيجي عليها بغبر لازم تكون هي النزاهة وهي البراءة وهي أنقى ما يمكن فيها الكون أكيد أكيد خصوصا عنا في فلسطين يعني في الوضع اللي إحنا فيه أكيد إشي مهم في بناتبكين فعلا مثل ثوب الأبيض وبيطلع علينا إشاعات بس ببكى هدف للإشي هام الصبية سمعتها مش مليحة أكيد يبكى منها طالع ريحة أوكي بصراحة ما راح يكون لردة فعل يعني لأنه كتير ممكن تسمعي عن بنت مش عملة إشي لمجرد أنها عملت غلطة صغيرة ممكن نحكي عن سمعتها لأنه إحنا عندنا أبسط الأمور ممكن ينحكي عنها يعني مش لازم واحد يصدق عطور لازم يتأكد بالأول طبعا لأنه في ناس ممكن يحكي عن ناس يكون إشي مش فيه بس أخط إشي تاني فيه يعني تمشي طريق الضغرة وصح يعني تمشي في مصاري الصح بيقول لك فيس نار بدون دخان عم فيس دخان بدون نار وبعدين أنا ما بعنين أنا إله بحالي ما إله في الناس من أهم القضايا اللي بتخرب سبعد البنت العلاقات المشبوهة يعني خارج إطار الزواج السفور والعري والانفتاح الزايد عن اللزوم يعني يعني التبرج ممكن علاقتها بالجنس الآخر بمجتمعنا العربي الفلسطيني علاقتها بالجنس الآخر الغبر إن قاسي تعالوح الكزاس بتغبر عليها البنت أي إش بغبر عليها بس البنت الشاطرة بتتجنب طريق الشبهات يعني بالإم اللي هدور إنها تواعي البنت شو الصح شو الخطأ شو أمه ممكن إنه قدي إنه خلي خلانا نحكي الشاب إنه يلجأ له تصرف غير مقبول باتجاه البنت البنت أو الفتاة أو الصبية سمعة مثل المية النقية بس ولكن إنه المجتمع ظالم للمطلقات وظالم لشغلات كثيرة في الوقت أهلاً فيكم من جديد باسمكم برحب بالسيدة نهاد وهدان رئيسة وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الداخلية أهلاً فيكي وبالسيد المحامي داود درعاوي محامي وقاضي سابق أهلاً فيكم أهلاً فيكي سيدة نهاد قديش بتشوفي إنه توصلكم قضايا إلى علاقة بتشويه السمعة والصيط بالمجتمع سواء على الفتيات أو على الرجال بس تحديداً الفتيات نحن كمجتمع فلسطيني يعني أنا كوزارة في وزارة الداخلية تعرضنا لعدد كبير من الإشاعات اللي كانت توجه للفتيات وكنا نتبحها ونحاول نصلح الأمور لأن هاي الأمور أنا يمكن يعني بتتوجه لي إشاع على سين من الناس بتتوجه بشكل زي ما حكتها يمكن جرح زجاجة أو إشيه فعلاً لو الناس بشواعية راح تأدي لقات الفتيات ما إلهم في الموضوع نهائياً يعني الرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تأني وفي آية في الكرآن ذكرت برضه نأتاكم فاسكم في نبع فتبينوا والتبين معروف إنه لازم نتأكد أبوش من صحة الخبر وثاني شي نتأكد الحقيقة لأنه يمكن أنا أشوف أشوف فتاة دخلت مع شب أربط طوال وكلهم في علاقة بينهم يمكن أن يكون أخوها يمكن أن يكون زميلها في العمل يمكن أن يكون زميلها في الجامعة صحيح كثير هاي القضايا اللي توصلكم؟ آه طبعاً وأنا يعني بحكي كمكن في قضايا يعني إلات متابعتنا إلها بشكل جدي أدت لحياة فتيات بشكل كبير أنقذت حياتهم؟ أنقذتهم فعلاً في فتيات ما أنقذت حياتهم وممكن قتلوا أو تعذبوا أو تعرضوا للأذى بسبب سمعتهم؟ والله إحنا كوزارة الداخلية أي إنسان بلجأة إننا يعني الحمد لله قدرنا ننجح في الجميع وهذا الأشي لأن الأمور لازم تشتغل فيها على منطقين أول يعني زي ما حكيت لك يمكن في القضايا حين نحكي عنها نجيب عن مثالين إننا كنا نتوجه مثلاً للأسرة نفسها للبيئة المحيطة فيها الفتاة نفسها بجد أقول لك فتاة بس برضو فيه فتاة ورجل يعني هذا الإشياء لشاعب تتعرض للطرفين بس بجزء الفتاة أكتر حساسية يعني البنة تتعرض زي ما حكينا لأن البنة دائماً بننظر لها منظور أنك أنت لازم تحافظة على السمعة ومعنها ما إلهاش في الموضوع يمكن طيب بدي أسأل الأستاذ داود درعاوي قديش القضاء الفلسطيني بتعرض لقضايا بتسموها الذن والقضح والتشهير أو الإساءة للسمعة قديش في موجودة هاي بمحاكمنا وكيف بتعامل معها القضاء بداية بس تعقيب بسيط على المشاهد اللي شفناها واضح أنه نحن مجتمعات لا ترى الخطأ أو الغلط إلا دا اقترفته فتاة ونغفل باقي فئات المجتمع باعتباره المجتمع دكوري القضية يعني من الواضح أنه حتى الحق الإنسان في شرفه وفي كراماته هو حق شخصي كفي له القانون الأساسي لكن في ظل هذه المجتمعات الأبوية يتحول شرف الإنسان الشخصي إلى شرف للعائلة وهو مملوك للعائلة وبالتالي المرأة تفقد هذا الحق لصالح العائلة الذكورية أو المجتمع الأبوي وهذا تسلط إذا ما تطاولت مسألة الإساءة والمس بالشرف الشخصي للفتاة هي تعتبر من قبيل جرائم القدح والذم والتحقير في بعض الأحيان لكن هي وفي المقابل لطبيعة هذا المجتمع عدد القضايا التي تأتي في هذا السياق هي قضايا قليلة لأن الفتاة في ظل هذه الحواجز الإجرائية وحواجز السمع التي وصفها البعض والمجتمع بأنها زجاج ونختزل ونصغر شرف الإنسان وكرامته بقطعة زجاج تنكسر تتغبر وإلى آخرة وبالتالي هذه الثقافة تمنع من وصول صوت الضحية التي تم المس بشرفها الشخصي من الوصول إلى القضاء لأن عندما تصل تتطور الأمور وقد يلحق الأذى والمساس بالسمع والشرف اتساعا أكبر من النتائج الخطيرة جدا والتي واجهها القضاء الفلسطيني بعض هذه الأقاويل كانت حجة مبررا لارتكاب القتل على خلفية ما يسمى شرف العائلة ومحاولة القتلة الاستفادة من بعض النصوص القانونية للهروب من المسئولية الجزائية بتشويه السمعة وأنها كانت كذا وكذا وإلى آخره وأنها ذات سمعة سيئة وبالتالي هذا مبرر للقتل وللأسف بالنسبة لهؤلاء المجرمين لم يكن القضاء بالنسبة لهم جدارا منخفضا بل بالعكس تم التصدي لهذه الجرائم بأحكام مغلظة وبالتالي هان يجب الربط بين ثقافة المجتمع وبين هذه المسائلات نعم سيدة نيهاد قدش بتحلوه هيك قضايا احكي لنا عن أهم القضايا اللي حليتوها بوحدة النوع الاجتماعي في بوزارة الداخلية سمعت منك أنه هناك قضايا كانت شائكة جدا لها علاقة بالسمعة فإذا بتخبرين عنها هيك بيختصر يعني أنا توجهت لإنسانة من كل سين من الناس وكانت هذه للأسف الشديد زوجها شوها بسمعتها من ناحية وطنية صدر سوى بيانات تزوير بسمعتها الوطنية كتب على الحطان حاول يضغط عليها حتى تتنزلها عن الدار اللي باسمها والسيارة وفعلا يعني أقول لك يعني لو هاي المواطنة شوي انهارت بس يعني أنا يعني يومما سألت زوجها عند أولاد يعني هذا السمعة مش بتذر زوج تفكت لغير أولاده للمستقبل أولادك يعني أولادها الشباب في منهم بدروس في الجامعات واشي كديش هذا أثر على الأبناء والبنات لأن في الآخر يعني هاي الأمور كديش بتكون صعبة إذا الإنسان محطش نفسه في محل الإنسان اللي هو نفسه اتعرض لهاي السمعة وهاي طبعا قضية ست سنين كاعدات يمكن الحمد لله نجاح ست سنين اللي حد يتعلم بواسطتنا وقدرنا نحل الموضوع طب قولينا باختصار إيش أهم الأشياء اللي عملتوها يعني وضع أهم الأشياء هي شوف يعني هي سبب في فصلها من وظيفتها منحها من الخروج بر فلسطين تنازل يعني كتبها عكم بيالة 200 ألف دينار مقابل أنها تسكت يعني ربع مليون طبعا ربع مليون وكانت يعني أخذ أولادها فترة الحضانة أخذهم عندها وقدرنا طبعا إحنا مع تلمات معا للوزير نجيب الأولاد ونمنع للمنع الأمن اللي كانت بالنسبة لها تطلع برعا عند أهل أهلها موجزين في الخارج ووظيفتها الحمد لله قدرنا برضو نرجحها فهذا كداش الأثر كان سلبي مش عليه وبس على أولاده يعني هلأ هاد الحلول اللي عملتوها بموجب قرارات أو ولا قانون يعني قرارات هاي قرارات مع الوزير طيب أوكي سيد داوود يعني أنه الحل الحمد لله صار بها القضية الشائكة لكن أنا متأكدة أنه في مشكلة سواء بالقانون ولا باللواقح مش عارف شو هي حضرتك لازم تقولنا أنه تمنهم يلجأوا لقرارات تتخذ عشان يحلوا هيك مشاكل بشكل جذري يعني بعرف زائم إذا سيدة نهادة هتقول أنه لو خليناها للقانون كان أخذت سنين أكتر أو لا لا فشو السر وشو المشكلة في القانون يعني نحن نعاني من قدم القوانين السارية والنافذة في فلسطين خاصة أنه يعني ما قبل الاحتلال الإسرائيلي كانت في الضفة يعني تسود قوانين القوانين الأردنية من الفترة الممتدة من الخمسينات إلى عام سبعة وستين وللأسف هي يعني مجموع هذه الرزمة من القوانين هي جاءت انعكاس لواقع اجتماعي معين وبالتالي نحن اليوم في واقع اجتماعي مختلف وثقافي مختلف تماما عما قبل ستين عام وبالتالي يجب أن يكون هناك رزمة من القوانين التي تحدد وتجرم بعض الأفعال الجرمية المستجدة مثل الجريمة التي ترتكب وسطة النت أو الجريمة الإلكترونية ممكن تسميتها والتي عادة ما أخذ الطابع في الاستخدام في هذه الحالة للإساءة للنشر للمس بالسمعة هناك بعض القضايا الإجرائية أو العوائق الإجرائية قضايا القضح والدم عندما تكون في مواجهة أشخاص أو أفراد في غير مواجهة الموظفين ومواجهة الدولة هي تتوقف الملاحقة الجزائية على صفة الإدعاء بالحق الشخص يعني إذا وقع عليها أن تتقدم بشكوى وأن تدعي بالحق الشخصي بوجود الضرر تطالب بالتعويض وتدفع الرسم القانوني عنه أن تتقدم بهذه الشكوى خلال ثلاثة شهور من وقوع فعل القضح والدم بطبيعتها هذه هي معقدة هذا ليس عمل إلى أي حدا بتعرضها بضبط أن المطلوب هو الفتاة بذاتي هذا كانت بالغة فقط سنة 18 سنة وبالتالي إذا كانت ضحية فهي عندما ستذهب إلى القضاء ستدخل النظام القضائي ستصبح ضحية مرة أخرى وسيتسع الموضوع نحن بحاجة إلى قانون لحماية الأسرة من العنف بكافة أبعاده وبآليات سهلة تسهل وصول صوت الضحية أو المرأة إلى القضاء أو للعدالة والإنصاف بإجراءات مسهلة من خلال شرطة للأسرة لحماية الأسرة هي تتولى يعني تكون مؤهلة ومهيئة لاستقبال مثل هذه الحالات توفر الجو الملائم والفسيح للفتاة لكي تشتكي تعبر عن رأيها توصل صوتها ومن ثم إجراءات سهلة أيضا تحترم الخصوصية تحترم السرية ويعني تستهدف تحقيق الرادع بحق الجانب وبذات الوقت الحفاظ على الضحية من المس بها مجتمعياً إضافة للي حكيت الأستاذة فيما يتعلق بمسألة الحماية نحن للأسف لا يوجد في ظل عدم وجود هذا القانون عدم وجود قانون لبيوت الأمان هو ما زالت في إطار القرارات الوزارية المنفردة لكنها ليست في إطار قانوني حامي لهذه القرارات نحن نجعل هذه النقطة لكن إحنا رح حضرتك أشرت لتأثر سمعة الفتاة إذا كانت هي وصمت بأي شيء لكن الفتاة وربما الأمهات والبنات هم يتأثر أو أكثر من يتأثر أيضا بسمعة حدا من العيلة يعني إحنا في عنا حالة رح نتفرج على تقرير عنها من غزة تأثرت الأم وبناتها وأولادها من سمعة والدهم السيئة خلينا نشوفها ونرجع نكمل حكي وين ما أروح الكل بتطلع فيي بنظرة من عينيهم بعرف إيش بدهم يحكوا وين ما أروح مثلا في السوق بتفاجأ لما بيسألوني على اللي صار معايا بنصدم وجرايب بلاقيهم كمان دارين يعني مش عجد جيراني الناس اللي بيعرفوني وين ما أجي يعني نظراتهم بتطلع علي يعني بنظرة بدايج منها تعملت معنا وضوع أولها تصعبت كتير ودايجت كتير بعد هيك لكن أخدتوا أمر عادي تعودت على اللي صار معايا أكيد بخافي من المستقبل لأنه بنات بكرة بكبارين أنه كل واحدة بيجي واحد يتقدم لها بيسأل عنها وعن أهلها بجربوش عليها يعني يعني مستقبل بنات بروح بتضمر أكيد متدايجين متدايجين كتير يعني إنه هاد سمعة عيلة بتروحش كل حاجة بتصير السمعة بضلها زي ما هي بتتغيرش مستقبل أولاده وبضل لسبع جد يعني السمعة سيدة نهاد إحنا شفنا هاي الست اللي بتعاني من سمعة زوجها السيئة ويعني هي ما شاركت في أي إثم أو أي غلط هو غلطه هي بس بتعاني هي وبناتها وأولادها من هاي النقطة في وزارة الداخلية بتساهموا أنتوا في حل هاي في حل مشاكل الناس اللي بتعرضوا للإساءة للسمعة لكن مين لهدول الناس اللي يعني من تبعات إساءة السمعة مين الجهة اللي ممكن نتابع معاهم هاي الست مين إلها هنا يعني بحكيك المشكلة في المواطن والمجتمع يمكن أنا يعني زي ما حكت إنه هي مائلها في الذنب لا هي ولا بناتها ليش هي تنعطى وتصير سمعة سيئة عليهم الجهتين هنا منحكي إحنا كمجتمع فلسطيني في دور علينا أساسي لأن أنا مواطن ليش أحاول يعني أتش أكون مبسوط وأنا أشوف إنسان معنى هي ممكن هي هي بالدرس في أولادها ديرابلها أولادها كامل في مسؤوليتها ليش أنا أحطهم مثلا النفس اللي كان في أبهم يعني ما حدش بتاخذ بدان بالثاني فهذا الإش أنا بحاجة بحكيك لتوعية وبرضه للوازع الديني يكون عند الناس لأن أنا كده وزارة داخلية ما بقدر أمسك كل الناس ويعني أحط المسؤولية عندهم بس هاي يعني بتعتبر شي مجتمعي مسؤولية مجتمعية أكل مواطن إنه يتأكد وما يأخذ موضوع التسالي في الناس يعني إنه مشان يقعد يكون جلسة تلك مسؤول يحكي عفلان عاسين من الناس وصاد من الناس هاي مسؤولية وطنية بأعتقد أهم من كل شي تمام برايك في القانون إذا طرح قانون جديد أو القانون اللي بيطمحوا إليه الحقوقيين والمحامين والناس كلها لازم يكون فيه بند على علاج الأضرار اللي بتصير اللي تساء سمعتهم في أي شكل كان سواء إرشاد نفسي اجتماعي أي شي تاني يعني في سياق حقوق الطفل إذا ما تعرض الطفل أو وجه بإحدى حالات التعرض للخطر يعني على سبيل المثال إنه وجود هذا الجو الأسري يعني وضع الطفل في حالة خطر شديد وممكن تأثر على شرفه وعلى سمعته وممكن تأثر على سلوكه المستقبلي هناك القانون طفل كفل يعني التدخلات معينة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ومرشدي حماية الطفولة وإلى آخر لحماية الطفل أحيانا لربما يتم الإضطرار لنزعه من الأسرة وإرساله إلى أسرة بديلة أو مؤسسة رعاية لتقوم بتأهيل وعادة دمج وإلى آخر وتوفير هذه المقاومة لكن فيما تعدى حالة الطفولة لا يمكن تقديم تغيير البنى الثقافية للمجتمع بحد القانون بحد النص القانون يعني القانون هو أحيانا مساعد ميسر لكن عملية التغيير الثقافي هي عملية تراكمية مستمرة وبالتالي في الحالة المعروضة لا يوجد شيء لا يمكن وصف قانون تخيله ليتدخل في هذه القضية لكن إذا ما ذهبنا باتجاه تمكين هذه الأسرة تمكينها الاقتصادي وتمكينها من تعليم أبنائها وهذه الأطفال وتبوءهم أماكن يعني الدرجات علمية وإلى آخر اعتمادهم على الذات في وظائف مشرفة وكريمة وإلى آخر ربما هذه ستسهم أكثر في إعادة يعني تأهيل مترميم أي شيء اللي صار يعني مساهمتهم تغيير المستقبل الذي من الممكن أن يفرضهم مجتمع أو يرسمهم مسبقا ارتباطا بسمعة أحد أفراد طيب إذا بتسمح بس أسأل باختصار عن العقوبات اللي بتصير بحق اللي بمارس الذم والقدح إيش العقوبة بموجب القانون يعني بشكل عام العقوبات هي عقوبات جنحوية يعني هي تقل عن ثلاث سنوات أحيانا يعني مثلا العقوبة الذم هي من شهر إلى سنة القدح من شهر إلى ستة شهور التحقير يعني قد يصل إلى العقوبة شهر وهي بطبيعتها عقوبات مخففة يعني هي برأيك أنها مش كافية يعني تردع الناس أنها تتخوط في أعراض العرارين لربما لربما هناك بحاجة للتدخل إذا ما أدى يعني فعل القدح والذم إلى تبعات أخرى يعني على سبيل المثال الفعل الذي قام به شخص بتشويه سمعة فتاة هذه الأفعال أدت إلى استهدافها وقتلها في اعتقاد حسب الضرر طب في مجالة تكون في تعويض مادي يطلبوا المشاهد فيها بالتأكيد هي أصلا موقوفة على طلب التعويض المادي هي لا تحرك إلا إذا المجني عليه من جرائم القدح والدم إلا إذا دعا بالحق الشخصي وطالب بالتعويض وغير ذلك لا تلاحق تعويض مبلغ عالي؟ يعني المحكمة تقدر يعني أعلى سقف يعني في بعض الأحيان هي تعتمد على مكانة هذا الإنسان طبيعة الفعل القدح يعني الأثر والضرر الذي أحدثه في نفسية المجني عليه المحكمة تقوم بجبر الضرر من خلال تقدير يعني أحيانا تقدير جزافي لعملية هذا الضرر طيب سيدة نهاد إيش تحمل الوزارة الداخلية مع وزارات مختلفة أو مؤسسات مختلفة علشان توعي الناس بموضوع السمعة وأثارها ممكن يعني أنه ما يكونش رد الفعل على موضوع السمعة أو الإشاعة عنيف زي ما تفضلتوا أنه ممكن يوصل لحد القتل والله كبرنامج يعني واضح ما كان في حمل بس إحنا في مع التربية والتعليم في برنامج يكون توعي في المدارس وفي الجامعات وهذا إشاء ذمن اللي رح مذكرة تفاهم تصير بينه وبين وزارة التربية والتعليم دعنا مهم جدا يعني الطالبات يعرفوا كيف يتعامل وإن كيف الأمور هي كداشة السلبية بتعود على الشخص أو على الفتاة أو على الشب حتى يعني حتى تكون الإنسان برضو هي يعني تتعرض تكون للسمعة تعرف كيف تتصرف يعني في مثلا يعني عندنا جهاز الشرطة تكيبا بسجل كل أي إنسان بالقدام له بشكوى من ضمن القضايا بيسجلها وطبعا برفاحها للمحاكم وطبعا بتكون بسرية تامة ما بتتاخذ هذه الشغل المهمة إن الناس يعرفوا أنه في سرية بالتعامل مع هذه القضايا علشان الواحد ما مش معقول يحكي عن حاله أمور شخصية ويخاف إنه الإشي الخايف منه يصير اللي هو يعني سمعته تتأثر شوفنا عندنا يعني الأجهزة الموجودة في التابع الوزارة الداخلية أخذت تدريباتي بشكل كبير اللي تتعامل مع كل ضحية حسب ما هي وفيه سيدات بتتلقق هاي طبعا وفيه عندنا وحدة حماية الأسرة تتتلقى كل هاي المعلومات وبسرية تامة تمام شكرا لك سيدة نهاد واحدان رئيس وحدة النوع الاجتماع في وزارة الداخلية أهلا بكي وشكرا لك سيد داود درعوي المحامي وقاضي سابق شكرا لكم تخطط مشكلة التشويه بالسمعة أو التشهير بالسمعة خليكم معنا أهلا بكم من جديد وباسمكم برحب بي نسرين بوشية غزال مرشدة نفسية في المركز الفلسطين لإرشاد أهلا بكي وبرحب في الموديل نمير أبو غربية أهلا وسهلا أهلا نمير كمعن صاحبة شركة ومديرة مطعم بسر أهلا بكي أهلا بدي أبدأ معاكي نمير إنه قولي لنا عن تجربتك في تأثر سمعتك أنت موديل بتعملي عمل مش كتير مشهور بفلسطين إنه تكون البنة موديل فهل أدى هذا الإشي أثر عليكي على سمعتك حدا حكي عنك وليل نقص عن هذا الحكي أوكي هو بالفعل كتير أثر علي أول إشي مش كل أهلي كانوا دعمين للموضوع في جزء من أهلي كانوا رفضين الفكرة كليا بناء على كلام الناس اللي بيطلع وفي كتير من الناس طلعوا كتير حكي بس مع هيك أنا أكيد ما هتميت في الحكي وصارت قصص كتير منها مرة أنه في جروب نزل صور لإلي وحط عليها كلام بالمرة مش كويس صور كيف أخذوها صورك شخصية ولا من إعلان؟ صور من إعلانات من إعلان يعني صورة عامة أصلاً أردي موجودة بالسوق صور إعلانات نزلوها على جروب وحط عليها كلام بالمرة مش كويس ووقتيها اضطريت ألجأ للقضاء وللعشائري كمان إنه قدرت أجيب الحدا اللي نزل الصور هاي واجبت له محامية وابن عمي وخليته يختار إنه أمشي معه قانوني أو عشائري بالآخر هاي كانت تهمة تشهير يعني أكيد فهو يختار كيف أمشي معه في الموضوع تمام بخلاكي هذا الأشي اتفكري إنك تغيري الطريق اللي انتي ما شفيه علشان ما تسمعي كلام المزيد من الكلام وكمان حكي لا ما فكرت بالمرة بهذا الموضوع لأنه الناس اللي بتحكي ببقى هدفها إنه تحبط من عزمتنا أو تخلينا ما نعمل الأشياء اللي بنحبها فأنا بمعنه أنا بحب هذا الأشي فأكيد مش رح أسمع الكلام الناس ولا رح أخلي الناس أثر علي في شغلي سيدة نسرين كيف بتشيع مسألة الإساءة للسمعة والتشهير بالناس كيف بتشيع جو سلبي أو إيجابي بالمجتمع كيف توصفيني أثروا على الناس ونفسياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية كمان وفرصهم بالعمل والنجاح يعني المزبوط أنا بفكر إنه موضوع السمعة هو موضوع حكم خلينا نقول على الأفراد أو على الأشخاص وهذا الحكم أحيانا ممكن يكون إيجابي ممكن يكون سلبي يعني كثير مرات بنسمع ممكن إنه فيه سمعة جيدة على الناس معينين خلينا نقول وبالمقابل فيه سمعة بتطلع خلينا نقول ذات طابع سلبي يمكن إحنا كنفسيين كيف ممكن نتطلع على الموضوع يعني إذا بدنا نيجي مرات نفسر يعني الموضوع من ناحية معرفية أو من ناحية نفسية في كثير من الأحيان الناس بتكون مش وضح لها الحقيقة خلينا نقول بشكل كامل أو قاعدين بيشوفوا إشي جديد مش قاعد بيكون كثير خلينا نقول مقبول في المستوى الاجتماعي خلينا نقول المحيط بالضبط فكثير من الأحيان بتصير يعني إحنا عقلنا كناس كثير بتوجه ليكمل مرات الصورة كلها أو يلائم الأشياء اللي إحنا بنسمعها بالأشياء اللي إحنا بدنا إياها فأحيانا لما نشوف أنه الإشي مش عم بتلاقم بالإشي اللي إحنا بنفكر فيه أو بنسميه بالعلم مرات هيك الخرائط الإدراكية اللي إحنا موجودة بعقلنا فبالتالي ممكن إنه إحنا نحرف ممكن مرات إنه نكمل الصورة من عنا فعشان هيك كثير من الأحيان أشياء سلوكيات تصرفات ممكن تأخذ حكم خلينا نقول سلبي على سين أو صاد من الناس بتأثر على المجتمع لا شك إنه بتأثر يعني على المجتمع وبتأثر على الفرد نفسه بتأثر على الفرد لأنه إحنا يعني إذا بدنا نعرف الصحة النفسية لأي شخص بدنا نقول إنه هو عملية التوافق خلينا نقول النفسي بين ذاته كيف تفضلت أختنا مير هون قالت إنه أنا برغب بهذا الشغل أنا بحب أعمله بس كيف في ناس عندهم القدرة على إنه يعملين؟ خلينا أكمل لك إنه كمان الجزء الثاني من السحة النفسية هو توافق الفرد مع محيطه فعمليا هون كان فيه توافق مع ذاتها بس ما كان التوافق مع المخيط تبعها فاضطرت لأنها هي حدا واضح إنه قوي حدا ثقته بنفسه عالية حدا مؤمن بالزبط بالإشي اللي هو بشتغله إدرت تتوقف وواضح إنه يعني الإنسان أكيد بده إطار إجتماعي كمان يدعمه داعم سواء كان من الصديقات سواء كان من أحد أفراد الأسرة هذا بيقويه وبمكنه ويخليه قادر إنه هو يواجه خلينا نقول الصعوبات اللي بترتبط بهذا الموضوع تمام نامير إحنا قديش إليك قديش أنت مهم بالنسب إليك هذا الإطار قديش هذا الإطار موجود بحياتك اللي حكت عنه نسرين الناس الداعمين إليك لأنك أنت أحكيت لنا في ناس معارضين وفي ناس داعمين إليك ناس الداعمين قديش أثروا عليك؟ أول شي كان أكتر ناس اللي دعموني والدي وهو أكتر واحد رفع ثقتي في حالي لأنه كان أي شي بدي أعمل كان يدعمني لأنه هو عارف إنه أنا مش عم بغلط بغد النظر أدما الناس عم تحكي أدما الناس رح تطلع حكي هو عارف كيف رباني وعارف إنه أنا هو حططني على الطريق الصح وعارف إنه أنا إيش ما رح أعمل ما رح أغلط فعشان هيك هو كان دايما دعمني وفي مسألة لما تعرضت للمساس بالسمعة كان والدك كيف موقفه؟ طبعا معي كان إيش ما بسير معي أبوي أكيد في ظهري وزي ما قالت لك أبوي عارف إنه أنا ما بغلط حتى لو غلطاني قدام الناس أبوي رح يدافع عني النص الثاني من والدك اللي هي الوالدتك ما كانتش كتير راضي عن عمل أو مهنة خلينا نقول عرض الأزياء وكانت تشوفها برضو خارج عن تقاليد المجتمع شوي كيف تلقت هي موضوع المساس بسمعتك؟ حستي إنها قالت لك شايفة شو صار معانا أو إشي زي هيك؟ بالضبط يعني إم شوية كتير شوية كتير شوية محافظة والعادات والتقاليد لسه كتير بتمسكة فيهم فكتير بهمها حاكي الناس فكل ما يصير إشي بتولي إنه شايفة الناس يعني الناس ما بتسكت إيش ما تعمل حتى لو أنتي وأنا عارفين إنه أنتي صح الناس رح تضلها تحكي حاولت تترجعك عن اللي أنتي عمتش فيها؟ حاولت كتير ترجعني بس بلشت شوية تتقبل الموضوع تضاد بالمواقف بهذا الموضوع بين والدك والدتك الحلو إنه كان أبوي حتى قدام ماما كان يدعمني لأنه كان يقولها إنه خلاص خليها تعمل الإشي اللي بتحبه فشوي كان هذا أحسن تمام مسترين قديش الدائرة المحيطة تكون قريبة مهم إنها تكون داعمة للناس تكون من الدائرة القريبة مش اللي بعيدة يعني لو هلأ في حالة نمير كانوا الناس اللي داعمين إلها أصدقاءها لبعاد شوي بس المعارضين إلها إمها وأبوها قديش رح يكون صعب هذا الحكي وقديش رح يكون سهل برأيك كيف بتأثر قرب الدوائر الداعمة للشخص على التخلص من موضوع الإساءة للسمعة أو مواجهته بالشجاعة وقوة؟ يعني أنا بفكر إنه قرب الأهل خلينا نقول منا وتفاهمهم لكل الأمور اللي ممكن إحنا نمر فيها هو موضوع جدا جدا مهم وزي ما قالت يعني نمير إنه في الوضع اللي بيكون فيه الوالد هو يعني واقف جمب بنته بيدعمها بيزيد فقطها بنفسها بيقويها وبشعرها إنه أنت صح أنت خليكي بالمصار اللي أنت فيه أكيد يعني إحنا في النهاية مجتمع بيقوم على الأسرة خلينا نقول والأسرة هي جزء كتير مهم خلينا نقول في تنشئتنا الاجتماعية وفي تربيتنا وفي يعني هي المكان اللي إحنا خلينا نقول تعلم في كل شيء بدنا نشوفه بالحيالة قدام فهذا الإطار كتير مهم إنه هو يكون واعي إنه هو يكون داعم إنه هو يكون متفهم إنه هو مرات يوجه خلينا نقول صحح كتير حلو أو مهم يعني الدعم للأصدقاء خاصة بمرحلة معينة من الحياة يعني إحنا ما نشوف إنه الدعم مرات كتير بيضل بيضل لعنما يوصل مسألة الصنعة بقوله معلش يا بنتي أو يا أبني برضايا عليكي تتراجع عن هذا الموضوع مش ناقصنا حكي الناس هذا الحكي اللي رح نشوفه في معلش أنا بس كنت بديء رح نرجع نكمل حكي رح نشاهده في هذا التقرير صبية عرضت لإساءة للسوم على أمر كانت تشارك بمسيرة وطنية خلينا نشوفه رح نرجع نكمل حكي بواعدة إحنا مجموعة من الشباب والصبايا قررنا في مدينتي إنه نعمل نشاط تضامني لمناصرة غزة ونزلنا وقفنا بالشارك إحنا مش كتار كنا بس تمانية بس للأسف محدش نضملنا في هذا النشاط لإنه مما كانوا بعتقد أنه أشكالنا إحنا كبنات ما بتعبرش عن ثقافتهم وإنه هي فيها خرق للعدات والتقاليد والدين وإحنا وقفين مرأ مصور صورنا الصورتين ونزلهم على الفيسبوك تحت عنوان إنه فيه نشاط تضامني بس فيه صفحات تابعة من هالجامعات كمان أخذت الصورة وعملت لها شير عندها على البيج تحت عنوان مختلف تماما هو إنه كيف هدول البنات المش محجبات اللي بيلبسوا بانطلونات هيك بلايز هيك بدهم يعبروا عن القضية وينصروا وينصروا الشعب يعني ويحكوا عن الحرية المشكلة كمان إنه التعليقات اللي أجت على الصورة كانت تعليقات مش لائقة بالمرة اتهمتنا بإنه إحنا بنات مش مناح مش مربيات استخدموا كلمات وألفاظ بذيئة يعني الواحد ما بعيدها وقرروا هدول الناس إنه إحنا ما في عنا دين وما في عنا أخلاق لإحنا مش محجبات وقرروا كمان إنه إحنا كائنات بهذا الشكل ما منقدر نعبر عن حلم حلمنا في تحرير وطننا أو حلمنا في حياة كريمة أو مناصرتنا لقضية إنسانية المشكلة كمان اللي هي إنه أنا تاني يوم لما نزلت على البلد وأنا ماشي الناس بتطلع علي يعني طلاب الجامعات بنات والمشكلة إنه الصبايا كمان أكتر لسه متأزين من شكلي صاروا يعلقوا إنه شوفوا هاي اللي كانت في المظاهرة مبارح وكأنه المظاهرة أو النشاط الإنساني الشريف اللي زي هيك بس حكر على الذكر هذا الإشي كتير أثر علي بإنه أنا صرت أنا بدرس في بلد تانية في جامعتي في بلد تانية لما بنزل على بلدي بأضلني بالبيت بروحش محل بأضلني بس يا بالبيت يعني دار سيدي بحب أشتر تانزل على الشارع لأنه الناس صارت يعني تتطلع بنظرة انتقادية يعني وسببها هو اللبس مش سببها إنه أنا بقوم بأي عمل مش منيح بالنسبة لكيف أهلي تعاملوا مع الموضوع أهلي مقتنعين بوجهة نظري وبعرفوا إنه أنا اللي وجودي في أي مظاهرة أو نشاط تضامني هو إشي شريف وبرفع الراس بالعكس بس عشان يريحوا راسهم من حكي الناس ومن المجتمع اللي اللي ما برحم فصار ممنوع أني أشارك بها نشاطات بالمرة بالذات في بلدي يعني علشان ما ما تتفسرش بطريقة مختلفة عند الناس قرر هم يحكموا علي إنه أنا ما عندي أخلاق وإنه أنا ما عندي دين ويمكن أنا بكون في عندي دين وأخلاق أكتر منهم كلهم ويمكن يكون في عندي حس وطني أعلى منهم هم قرروا إنه ما إنه الشخص اللي اللي ما بلبس اللبس اللي هم بيحترموه معناته هو ما عنده حس وطني وما عنده أخلاق وما عنده دين بصير داما كل ما بدي أعمل إشي منيح للبلد وكل ما بدي أسوي إشي خير أفكر مئة مرة كيف الناس بدها تفسروا قبل ما أعمله ويمكن قبل ما أنزل أسوي أي شغلة طلع على بنطلوني مئتين مرة وعبلوستي مئتين مرة إذا بعجب الناس أو ما بعجبهم أصعب لحظة لما قرأت التعليقات وبالذات تعليق منهم أسائل نفسيتي كتير هو تعليق يعني بالمرة ما فيش فيه أخلاق شبه اللي هو المعلق بما معنى التعليق إنه شبه هالإشي اللي أنا بعمله ووجودي هون بالزنا بعرفش كيف كيف ربطوا مع بعض وإنه أنا لابسة هيك واقفة هيك بإنه هذا زنا لإنه زي عرض الأزياء بالرغم من إني كنت لابسة بنطلون وبلوزة وجاكات والدنيا شتا وما فيش إشي في الدنيا مبين غير شعري يعني أو حتى يدوب شعري مبين دنيا شتا كان الوجه يتغطى علشان أنا بدي أحترم أهلي أول إشي والناس أكيد لما تشوف وجهي راح تعرفني وراح تقرر إنه والمش بكفي بهدلناها يعني وبقولها عين لسه تطلع على التلفزيون تحكي في الموضوع بديش المجتمع ينتقدني بزيادة لأنه أكيد ما ما رح يتقبل فيش حدا بيتقبل النقد بوجهه يعني وكل واحد كتب تعليقه وعارف حاله لما يشوفنا رح يعرف أنه هو اللي كتب التعليق لفلالي نسرين بدي أرجع لك على اللي كنت بديك تحكيه أنا بدي أسألك عن ربط سوء السمعة بالفتاة نحن الفتاة اللي شوفناها قبل شوي كانت نازلت الضامن مع غزة فما عملت إشي ولا يمكن يكون في يوم الأيام مشبوه يعني ولا حارج العادات والتقاليد فبرأيك ليش يربط المجتمع دائما نسوق السمعة بالبنت أو إنه بيكون حساس بالنسبة لها أكتر من الشاب كان معها شباب ما أحد حكي عنهم المظبوط يعني موضوع السمعة هو خلينا نقول حكم من الأحكام اللي تطلق على الناس خلينا نقول وفي كثير من الأحيان زي ما حكينا اللي هي بتكون أحكام سلبية واللي هي إحنا كلنا بنعرف أنه مجتمعنا الفلسطيني هم مجتمع أبوي مجتمع ذكوري اللي بكثير من الأحيان ممكن يقبل بعض التصرفات اللي ممكن يكون فيها الذكر بالمقابل ما يقبل التصرف نفسه من البنت خلينا نقول هذا عبارة عن موروث ثقافي وتوجه خلينا نقول عند كتير خلينا نقول من العائلات اللي كتير بتوجه خلينا نقول انتقادات وقمع للفتيات بالمقابل للذكور لا ليه لأنه خلينا نقول إنه إنسان طبيعي إنه مرات يغلط يعني في حالة هون أكيد يعني ما كانش فيه غلط لنقول عن تداعيات وكيف سار الخطأ بس الإنسان هو يعني كائن فيش حد معصوم عن الخطأ خلينا نقول ممكن إنه إنسان يخطأ ولكن المجتمع ومجتمعنا بالتحديد ممكن إنه يتسامح خلينا نقول مع الخطأ اللي بقوم في الذكر أكتر من ما يتسامح مع الأنثى لماذا؟ لأن الأنثى كتير مربوطة بالعيب وبالممنوع وزي نقولها، زجاج المرأة بالضبط إحنا من نحافظ عليها وإحنا من نحميها وإحنا من نبعدها بس يعني كل هذا وممنوع إنها تجيب لنا العار بالضبط يعني في أصلا يعني كل موضوع كمان العار وموضوع مربوط بالمرأة بالضبط مع إن الشرف هو شرف للجهتين للجهتين فبالتالي يعني كمان يعني بقى البرنامج اليوم يعني خلينا ننوه إن السمعة هي يعني سمعة الشخص مرتبطة يعني مش بس بالفتاة يعني هي مرتبطة كمان بالذكور بالرجع طيب نمير انت شفتي بالتقرير الفات الصبيهاي نزلت تتظاهر دعما لغزة وحدا أحطت علامات سؤال على لبسها اللي كان محتشم جداً وهي قالت الدنيا شيء طيب مش إش يمبين منها إلا شعرها أنت شغلتك إنك تعرض لبس هذا الحكي زاد في إنه الناس ممكن تنتقدك أكتر على موضوع لبسك تحديداً؟ طبعاً هذا كتير زاد الانتقاد بس بالنسبة إلي يعني بغض النظر إنه أنا عم بعمل هذا الإش لإنه أنا بحبه كمان أنا لما أعمل هذا الإشي بحاول أحافز شوي على تقاليدنا يعني ما بحاول إنه ما أقلبس كتير لبس كتير مش مخالف بالضبط إنه حتى إيش ما أبعمل بحاول إنه أضل ما أتخطى يعني بنقدر نقول إنك كمان لسه بتحسي بحساب السمعة؟ أكيد بحسي بحساب بإنك بتلبسي لبس ملائم للعدات والتقاليد أو ما بنتقدوه كتير؟ بالضبط إنه ما يكون كتير منتقد هذا الإشي بأثر على لبسك اليومي كمان اللي بعيداً عن الشغل كمان عن التعرضي؟ لا، ما بأثر سرحاً يعني بتلبس اللي بدك ياه ونفسك؟ بالمس اللي بدي ياه تمام، تفضلي المزبوط أنا بدأكد على إشي كمان إنه موضوع اللبس يعني مش من المفروض يكون نهائياً هو الإشي اللي ممكن يجيب السمعة على أي حدا يعني الناس من حقها تلبس تلبس الإشي خلينا نقول اللي بتحبه، نقطة عفية اللي بتحبه، اللي بتريح فيه وكمان يعني بدنا نشوف يعني في بعض النماذج إنه صار في خلينا نقول حكي وسمعة على بنات بالزبط يعني لبسين حجاب أو أو نقاب حتى بالزبط، فالموضوع مش مرتبط وموضوع لبسة بمطلون أو لبسة بشكل صحيح لكن التشيير اللي صار مع نميرو مع الصبية كمان اللي شوفنا التقرير عنها كان له علاقة كتير باللبس يعني أول إشي الناس بتطلع عليه المظهر التمنهم يبدو يشاره بدي أسألك إذا كيف تتعاملوا مع الشخص اللي يتأثر واتأثرت نفسيته كتير من جراء تشيير بسمعته أو الإساءة إيش بيكون أهم مشاكله؟ ثقة، إرادة، ما بعرف إيش بتقوليني عن هذا الموضوع أنا بدأكد على شغلة إنه السمعة لما تطلع هي حكم والإشي اللي أنت أكدت عليه إنه هي شافها إيش لابسة ما شاف كيف بتفكر كيف بتتعلم كيف بتتطور كيف بتضامن كيف طلع تعمل عمل وطني خلينا نقول بالضبط يعني تم النظر للموضوع من منطلق الشكل وصار فيه تداعيات كتير كبيرة يعني بالفيديو أو بالمشهد اللي حضرناه هلأ إنه يعني الموضوع بيبلش صغير وبيبلش بإشي خلينا نقول عام بعدين بصير كل حدا يؤخذ هذا الموضوع مرات ويزيد عليه إشي من عنده في كتير من الأحيان الزيادة هاي بتكون إشي بس أثر هذا الحكي على الشخص المتعرض للتشهير بالسمعة هاي الصبية قالت لنا إنه لما برصر تروح على أهلي من هي بتدرس بجامعة غير عن المدينة اللي أهلها فيها بتقول لما أروح المدينة اللي فيها أهلي ما بطلع من البيت ما بزور حدا يعني بالحد الأقصى بزور أقاربي وأصدقائي المقربين جدا جدا فهل برأيك هذا الحكي ممكن يؤثر على الشخص اللي بتم المساس بسمعته ممكن نصير أكتر انغلاقا أو أكتر يعني 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 منغلاقا وعدم قبول الآخرين مثلا لا شك إنه إنه يتأثر خلينا نقول يعني بالأشياء اللي بيسمعها عن حاله خاصة إذا بتكون الأحكام أشياء مش منيحة أو مرتبطة ثقافيا بمفاهيم أو بمصطلحات مؤذية فعمليا الإنسان هو كائن اجتماعي بيتأثر وبيأثر خلينا نقول بالمحيط فيه ولكن إيش اللي بلعب دور خلينا نقول لحدة هذا التأثير كيف يكون كلما كان الشخص ثقته بحاله أعلى ثقة الحوالي فيه أعلى كلما هذا ساعده إنه ما ينطوي على نفسه هلا كتير يمكن ناس إنه خلص إنه يحاولوا إنه يتكوكعوا على حالهم أو ما يطلعوش كتير أو يبطلوا يظهروا أو بطلوا يعملوا النشاطات اللي هم بحبوها يمكن لأنه ملقوش الدعم الكافي من اللي حواليهم مكنوش جرئين كفاية إنهم يثبتوا للي حواليهم الأشياء اللي هم بحبوها فهون يعني التأثير ممكن يكون يحتاج لدعم نفسي ساعتها بهذه الحالة أكيد يعني خلينا نقول عن الناس اللي بتتحول يعني أو إنه بتتوجه لتطلب إرشاد قليل من الناس يعني بتتوجه لتطلب مساعدة نفسية بالتحديد عشان موضوع السمعة هلأ ممكن كيف التوجه يكون صار الحدث تداعيته بالضبط صار الحدث إنه حدا حكا خلينا نقول عنها بطلت تطلع صارت صورتها عن ذاتها سلبية بطل في حدا يدعمها هون ممكن تتبلش تطور أعراض نفسية أعراض زي عدم تقبل لنفسها عدم تقبل للمجتمع الحواليها انطوائية إنه عزال خوف إنها تطلع كمان مرة لأنه بصيروا خايفين إنه الإشي ينعاد والإشي يردوا يسمعوا أكتر وأكتر فبالتالي ممكن إنه هم يبلشوا يطوروا أعراض نفسية سلبية واللي هون بالضبط ببلشوا يفكروا كيف ممكن إنه هم يتساعدوا بالضبط يعني ما بيجوا فورا بعد ما ما بصير الحدث لا نستنى كيف يعني تداعياته أو تأثيراته خلينا نقول على الشخص وبعدين ببلش يفكر نامير بدأ أسألك قداش ثقتك بنفسك عالية رغم إنه ما تعرض طيله لمساس بالسمعة و قداش بتحسي إنه هدا الشي ممكن يأثر عليك إيجابا أو سلبا بعد كل تجربة بتخرجي منها في موضوع زي هيك ثقتك بحال كتير عالية وأكبر دليل أدمى سمعت انتقادات وأدمى ناس وقفت بوجي أنا ما وقفت لأنه زي ما قلت أنا هدا الأشي أنا عم بعمل و أنا مقتنعة فيه حتى إنه في كتير من أصحابي انتقادوني وصلت لمرحلة إنه اكتشفت إنه أي حدا ممكن يكون غيران منك ممكن ينتقدك مش لأنه جاي في الإشي غلط لأنه أنت قدرت توصل إلى الإشي اللي هو ما قدر يوصل له تمام وثقتك بنفسك بتزيد لما كل مرة بتتعرض فيها لهيك شي طيب إحنا عنا كمان قصة قصة نجاح حدا قدرت خطى هذا الموضوع سأل السمعة وسيئت سمعتها بالمدرسة من قبل مديرة المدرسة لكن بمساعدة خطيبها اللي كان شخص جدا رائع ومتعاون قدرت تتخطى هذا الموضوع وهلأ تزوجوا هم عندهم عيلة وأسرة خلينا نشوفها ونرجع نكمل حكي موسيقى اللي صار معي روحت للمدرسة كنت عاملة حوازب وعقوا اللبس اللي لبسي كان عادي فنازرة وقفت مني صارت تبهدل فيه وأنا قلتلي يعني أنا خاطب يعني وحكتلي الموضوع فبادلتني قدام صحباتي فروحت على البيت وروحت تاني يوعة المدرسة قدرت احترامي جدام البنات فأنا نديت والدتي فولدتي قلت لنازري يعني إنه يعني أنا خاطبة وحكت للبنات يعني أنا خاطبة فالحين راحوا البنات إفرد يعني راحوا وصلوا لأهل الخطيبة وقالوا له يعني الموضوع فأنا اقعات معي خطيب وفهمتهم الموضوع و أقعات مع خطيب فهمتهم الموضوع فهذه السور يعني بتناعكس عن صورة البنت لو يعني البنت لو يعني البنت زي المرير ونكسر تستطلح تستطلحش فالشاب بنعبش يعني في الواقع حادي يعني الناس البنت يعني أهم إشي في الواقع في المجتمع كله والناس بنظر للبنت بنظرة غريبة يعني بس بدهم يعني كيف أقول لك إشي بس عالبنت يعني بس يعني خوصا يعني الناس يعني أي حاج بروح بيزودوا فوق الكلام فالحين صار الناس يعني يحكوا فوق الهذا يعني فوق الإشي بيحكوا يعني بيزودوا بعيدوا في الكلام فبروحوا يعني بينجوا الكلام فبصل يعني لكل يعني الكلام هذا نمير بدي أسألك آخر كلمة بتحكيها للصبايا اللي بتعرضوا لإساءة للسمعة من تجربتك الناجحة اللي انتي قدرت توقفي قدام كل العواصف إشي الكلمة بتحكي لهم إياها أنا بحب أحكي لهم إنه أيد ما الناس تحكي الناس ما حتبطل حكي فدايما أعملوا الإشي اللي بتحبوه اللي أنتو واسقين في حالكم وعارفين إنكم مش غلطانين طالما عارفين حالكم مش غلطانين امشوا في أي شي إنتو حابين تعملوا في حياتكم لأنه الناس ما مرحة بقى حتبطل حكي أكي ونسترين إش بتحكي لصبايا والناس بشكل عام بتحديدا الصبايا اللي ممكن يتعرضوا لإساءة بالسمعة إش الأشياء اللي لازم يعملوها إيش اللي باتيحمسي في دان هم من نجهة نظر علم النفس وعمل الاجتماع يعني أنا المظبوطة الحالات اللي هيك نعرضت اليوم أو خلينا نقول المواقف كانت يعني بشكل عام إيجابية يعني في النهاية نعرضت مواقف لأكتر صبايا خلينا نقول ما كانت في شباب ونحن نقول إنه السمعة هي يعني ممكن تمس الجنسين الجهتين وكتير كنت أشوف إنه فيه دعم كأنه كان للثلاث خلينا نقول حالات أو صبايا تم عرضهم لليوم أنا بفكر إنه فيه كتير كمان بنات تانيين ما قدروش يوصلوا للي وصلوا الصبايا اللي إحنا شفناهم بالحلقة اليوم بفكر كتير منيح اللي حكته نمير معنا إنه إنه تكون فقتهم بحالهم قوية بس أنا بفكر يعني الرسالة اللي أنا ممكن أوجهها ممكن أوجهها لالتربويين بدايتان للمربيين للمعلمين إنه إنه نساعد أطفالنا إنهم أول إشي إنهم يتعلموا كيف يتقبلوا الإختلاف إنه مش كل الناس زي بعضها زي فيه أبيض فيه أسوا حدا محجب حدا مش محجب من الناس بالضبط حدا محجب حدا مش محجب حدا طويل حدا أصير هذي اختلافات هي مقبولة نعلم الأطفال كيف هم يدافعوا عن حالهم كيف هم يكونوا أقوية ما يستسلمون المواقف اللي ممكن تضعفهم ورسالة كمان كتير مهمة للأهل لأنه زي ما شفنا في أكتر من نموذج الخطيب أو الأب أو البدعم البنت أو العائلة خلينا نقول هي محط كتير مهم لمساعدة خلينا نقول جيل اللي بضي يطلع كيف يكون قوي وكيف يكون قادر على إنه يحمي حاله شكرا إليك كتير نسرين بوشية غزال مرشدة نفسية في المركز الفلسطيني للإرشاد شكرا نورتينا وشكرا إليك كمان عرضة الأزياء نمير أبو غربية أهلا فيك نتمنى لك المزيد من التقدم والنجاح مشاهدين الكرام كلمة أخيرة لماذا لا يغفر المجتمع ذنوبا وعد الله أن يغفرها مهما ثقلت وعظمت هل يكون المجتمع أكثر عدلا من الله بالتأكيد لا شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة